بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني طلاب الصف الثاني عشر العلمي والصناعي والأدبي والتجاري وجميع الفروع أبدأ معكم إن شاء الله مناقشة مساق أو مادة التكنولوجيا للعام الدراسي 2020-2021 طبعا كتاب التكنولوجيا للعام 2020-2021 لا يختلف ككتاب عن كتاب التكنولوجيا للعام 2019-2020 ولكن الفرع العلمي والفرع الصناعي لهم كتاب مخصص وباقي الفروق يعني الأدبي والتجاري والزراعي والفندقي والشرعي لهم كتاب بيختلف عن الكتاب الخاص في الفرع العلمي والصناعي في العام الماضي على قناتي على اليوتيوب أنا شرحت إذا فتحت القناة حازم قرعاه هون عند قوائم التشغيل شرحت كتاب التكنولوجيا للعلمي والصناعي وكتاب التكنولوجيا لباقي الفروق بالتفصيل الممل يعني سطر سطر درس درس سواء كان الكسم النظري أو الكسم العملي طيب بما إنه المادة مشروحة إيش اختلف هذه السنة؟ ليش إحنا بدنا نسجل الكتاب كمان مرة هذه السنة؟ لاختلف هذه السنة جميعنا عارفين إنه إحنا بنمر في ظرف طارق اللي هو ظرف جائحة الكورونا الله يعافين إن شاء الله من هذه الجائحة فبالتالي الكتاب نفسه ولكن ربما تكون فيه اختلاف في طريقة الشريح ربما فيه أمور جديدة تنطلب أمور أساسية تنحدث أمور ما تنطلب فبالتالي أنا في قوائم التشغيل بعد ما أسجل الفيديو رح أنشئ لكم قائمة تشغيل خاصة مثل هذه القائمة هذه خاصة في 2019-2020 أنشئ قائمة للعلم والصناع خاصة في 2020-2021 وأنشئ قائمة لباك الفروق خاصة في 2020-2021 الآن في هذه القائمة ربما أضيف فيديوهات جاهزة من السنة الماضية بناء على الخطة اللي بتزودنا فيها التربو والتعليم إيش مطلوب وإيش مش مطلوب وبجوز بعض الدروس أنا أعيد صياغتها أعيد تسجيلها بوقت أكثر وبطريقة مختصرة حسب ظروف هذه السنة بجوز تيجي تسألني طب أنا لو درست على الفيديوهات القديمة الفيديوهات القديمة مفصلي تفصيل كامل يعني الكتاب بالتفصيل الممل قبل الحاتف أنا فصلته فالكتاب مفصل بالتفصيل الممل بدك تدرس هون برضو بيصير مية في المية مش رح ينقص عليك إشي أبدا بس أنا بدي أعيد ترتيب فقط يعني في الكوائم الجديدي رح أعيد ترتيب بعض الأمور أعيد تسجيلها بعض الأمور أضيفها كما هي إن شاء الله انتظروني في الدروس القادمة منبدأ معاكم الأدب والتجارة وباقي الفروع لوحدهن والعلم والصناع أكيد رح يكون لهم تسجيل لوحدهم ورح أركز على الأمور المطلوبة إذا كان موجود معانا مادة عملية في إش اسمه عملية جماعة وفي إش اسمه أداء مهاري الأداء المهاري مهم جدا جدا شو الأداء المهاري؟ الأداء المهاري انت أخذت عملية أسئلة على المادة العملية وإلها وزنها في الامتحان الوزاري إلها وزن يعني وزن يعني أنا تقديري من 20% إلى 30% رح يكون وزن المادة الأدائية المهارية أسئلة على المادة العملية بالذات لطلاب العلمي الاب انفنتور رح يبكي عليها تفصيلي كثير أنتوا في الأول ثانوي ربما أخذتوا نبذي عن برنامج الاب انفنتور وعلى فكرة يا جماعة بالذات طلاب العلمي أنا بحكي المادة اللي أخذتوها في الأول ثانوي رح تتكرر نفسها في التوجيه ولكن بتوسع أكثر يعني الوحدة الأولى في الأول ثانوي كانت قواعد بيانات نفس الإشي في التوجيه بس بتوسع أكثر أخذتو عن الهاتف الذكي وتطبيقات الهاتف الذكي رح تكون برضو وحدة هاتف ذكي في التوجيه بس بتوسع أكثر وهكذا مش رح أطول معاكم التسجيل تابعوا معنا الفيديوهات في خلال الأيام القادمة إذا ربنا أعطانا عمر إن شاء الله وإن شاء الله أنا معاكم في كتاب التكنولوجيا سطر بسطر يوم بيوم ومش رح أنهي هذا النقاش أو هذا المساق بدون ما إني أوصل لمرحلة إنه الكتاب مشروح مية في المية الله يعطيكم ألف عافية ادخلوا بهمة قوية وبهمة ممتازة هذه السنة ويعني يتوكل على ربنا وربنا يوفقكم جميعا ترجمة نانسي قنقر